اشتركوا في القناة الحوراء زينب يظهر الرباب قامت قالت لها سيدتي هذا عبد الله الرضيع ضربه العطش اخشى عليه ان يموت فجاءت الحوراء زينب بالرضيع عبد الله الرضيع عمره ستة اشهر وجهه يشبه جده رسول الله صلى الله عليه وعاله فاخذه الامام الحسين قبله وبكى وفاضت عيناه ثم اقبل به الى القوم يقول حميد بن مسلم اقبل الينا الحسين خرج علينا وتحت ردائه شيء يظل له عن حرارة الشمس يقول احنا ما عرفنا المسألة كيف ففررنا من بين يديه واذا بالحسين ينادي فينا باعقابنا على رسلكم يا اهل الكوفة انا هذه المرة ما جئت لقتالكم قتلتم اخوتي قتلتم اهل بيتي لم يبقى عندي سوى هذا الرضيع واخرجه الى القوم يقول اخرجه كفلقة قمر طالع يقول بعض المؤرخين الكتاب جلل رضيعه بحريرة بيضاء ناصعة ثم حمله على يديه ليراه الاقربون والابعدون هذه العبارة حتى قضية قماشة الحرير تلفت النظر واذا الامام الحسين يحمل هذا الرضيع ويتحدث معهم فجرى هناك حوار بين القوم فقال بعضهم اسقوه البعض الاخر فنادى عمر بن سعد لعنة الله عليه يا حرملة اقطع نزاع القوم حرملة قال ارمي الوالد ام الولد قال ويحك ارمي الولد الولد اقتله حرملة يقول وضعت السهم في كبد القوس وهدفت على عبد الله الرضيع فرميته فذبحته من الوريد الى الوريد الله اكبر الله اكبر المختار بن ابي عبيدة يلزم حرملة يقول له ويلك اما ارق قلبك لهذا الرضيع طف الرضيع امر ستة اشهر عطشان ما تحرك قلبك قال اتحرك قلبي لما رأيته مد يديه وعانق اباه الحسين احفد وسيدي اروح لديك الناعمة هاي الطيبة يا مولاي عانق اباه الحسين وتبسم بوجه الحسين وكأنما يقول له يا والدي انا عطشان لذلك الامام الحسين رجع يودع ولده زين العابدين الامام السجاد يقول دخل علي ابي واذا رأيت غمامة حزن على وجه عجيب الامام الحسين كلما اشتد به البلاء ازداد تألقا لكن السجاد سلام الله عليه يقول انا عجبت من هذا الوضع الامام الحسين عليه حالة انكسار والدمع بعينه قلت له ابا نور عيني احنا بخدمتك ابو علي هالبكاء والحزن قال ولدي قتل اخوك عبدالله الرضيع ها حقك ابو علي ها قتل اخوك عبدالله الرضيع اي ابا قتل عمي وقتل والاخي علي الاكبر قال ولدي زين العابدين الرضيع كان مغمن عليه وانا لما حملته كان جل همه اني اسقي ما وامه الرباب دفعته الي فانا اخذته فلما جاءه السهم وقع السهم في نحره فتح عينه بوجهه وكأنه يخاطبني يقول يا ابا لازلت عطشانا يا والدي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة